ترحب بكم في الليلة الثانية من موسم الزهراء الأسري الأول ونلتقي هذه الليلة معكم في محاضرة أسس الحوار السليم في الأسرة والتي سيقدمها لنا الأستاذ محمد جواد مرهون السيرة الذاتية اختصاص إرشاد اجتماعي وأسري ودبلوم عالي في الإرشاد الاجتماعي ورئيس مركز الإرشاد الأسري بجمعية التوعية الإسلامية وعضو مؤسس في جمعية الأبرار للرعاية الأسرية مؤسس لعدة جمعيات منها جمعية الصم وجمعية أصدقاء مرض الإدمان حسب ما أخبرني الأستاذ أنه ستكون شاء الله هذه الليلة ثرية ستكون إن شاء الله متنوعة الفقرات سيتم خلالها عرض فيلم وبعض الشرائح على سلايد شو ونبدأ إن شاء الله ببعض النقاط وبعض الأسئلة بداية ما هو الحوار وما هي فنونه ما هي شروط وأسس الحوار الأسري الناجح كيف أجعل ابني محاورا ناجحا وكيف أخلق بيئة صالحة للحوار الأسري أسئلة يجيب عليها الأستاذ محمد جواد مرهون فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد أسئلة يجب عليها الأستاذ محاورا ناجحا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن ردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تلوته من آيات من الذكر الحكيم هي آيات أوضح كلمة فيها عن الحوار في القرآن الكريم وهو يحاوره مرتين بدت لنا من خلال قراءتنا والحوار في القرآن الكريم لعلم خاص به وإحنا في هذا المجال ما منتطرق لهذا العلم ولكن إنما منتطرق ببعض آيات القرآن الكريم اللي تناولت أو تناول فيها القرآن الحوار والحوار الصريح إحنا قلنا منبغي الجمهور يشارك نام بإذن الله في قراءة بعض هذه الآيات علشان نتبارك نبغي أحد يشاركنا أولا في سورة طاها سورة طاها من القرآن الكريم صفحة 312 نبدأ من الآية رقم 9 وخلونا نركز على الحوار ومن يحاور من سورة طاها من القرآن الكريم لنفتح القرآن الثاني نعم سورة طاها صفحة 312 من القرآن الكريم نبدأ من الآية رقم 9 خلنا نقرأ للرقم 9 وبعدين نشوف إلى 31 إذا ممكن من 9 إلى 31 إذا كثير علشان نستغل الوقت من قطع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ مُوسَى إِذْ رَأَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقْمَسٍ أَوْ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْذِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَى رَبُّكَ فَيَقْلَرْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمْعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَى اللَّهُ نَوَى إِلَى هَ إِلَّا مَا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إن السوعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصى ويأت وكه عليها وأهش بها على الغنمي وليتيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال ألقها ولا تقص سنعيدها سيرتها الأولى والظم يدك إلى جناحك تخرج بيطاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنهم طواقان رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجع لي وزيرا من أهلي يا عناقي أشدد به أزري صدق الله العلي العظيم السماعة في إيدك يا سيد الحوار كان بين من ومن؟ قرأت القرآن بترتيل ممتاز وعلينا بعد نركز بقراءتنا هكذا تتكلم في السماعة لأعشان أوضح موسى وربه نعم الحوار بين موسى كليم الله والله جل جلاله الحوار ذكر فيه القرآن ويمتد الحوار يعني في هذا الجانب ننتقل إلى قارئ آخر يضحفنا إن شاء الله من سورة مريم من آية سبعة إلى سبعة بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت وأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا شكرا الله يخليك ما شاء الله كل واحد أرقى من الثاني في القراءة جزاكم الله كل خير عطنا الحوار بين من ومن بس الحوار بين نبي الله زكريا والله عز ومن ومتاز جدا إذا نروح نختم آخر شيء إلى الأعراف من الآية 12 ما شاء الله نحن بس نبغي نستذكر الحوار في القرآن الكريم علشان نروح في محاضرتنا عن الحوار الأسري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم أحسنت رحم الله والديك الحوار بين الله عز وجل والشيطان الرجيم نعم إذن الله سبحانه وتعالى حتى الشيطان يعني أصعب المخلوقات على الله سبحانه وتعالى ولكن أفرد لي الله سبحانه وتعالى مساحة إلى الحوار يعني إحنا ممكن مبس من خلال القرآن الكريم إننا نتحاور مع أحبابنا إننا ممكن حتى أيضا نتحاور مع عدائنا وبحيث أن نرشدهم إلى الحق والحوار وسيلة من الوسائل اللي استخدمها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الحين من انتقل بعد ما تباركنا بآيات حطرة من القرآن الكريم ذكرتونها وننتقل إلى فيلم قصير قصير جدا عن الحوار الأسري في وقتنا الحاضر يعني وشلون وضع الأسرة في هذا الحوار نريد أن نستمع إلى بإذن الله يعني إحنا نحاول أن ننوع في جلستنا هذه هل يوجد أحد في المنزل؟ لماذا أرى إجسادا بلا أرواح؟ لماذا بيتنا تغير؟ أين أسرتي؟ لا أحد كلهم مشغولون لا أجد أحدا يهتم بي ولا أحدا يتكلم معي ولا على الأقل أحدا يستمع إلي لأنهم جميعا مشغولون كل منهم في واد هذا يجلس بجهازه هنا وهذه تجلس بجهازها هناك وتنضي الأوقات الطوال ولا أحد يتكلم مع أحد غاب نظام الأسرة وانضباطها فلم يعرف وقت للنوم ولا اليقظة ولا متى تناول الطعام وفقدت الأسرة لحمتها وترابطها بحجة الحضارة والتقنيات الحديثة فغاب التواجد الأسري فلا حوار ولا نقاش ولا تواصل يشعر الجميع بالاهتمام ليحل مكانه هدوء قاتل وصمت طويل يكسر رتابته صوت نغمة الجوال التي تشير إلى رسالة نصية قادمة عند هذا أو ذاك ومن رسالة إلى أخرى ومن رؤية مقطع إلى آخر وهكذا هو الحال فهل ستستمر أسرتي على هذا الحال أم ستعود كما كنا نتبادل أطراف الحديث في أجواء مفعمة بالحب والصفاء لأننا نتكلم مع بعضنا البعض ونحن نعيش تحت سقف واحد ونلتقي بقلوبنا قبل أجسادنا ونهتم براحة وسعادة بعضنا فباتت أسرتنا لحمة واحدة على قلب واحد مما يطفي عليها أجواء سعيدة تؤثر تأثيرا بالغا في سلامة أفرادها النفسية والصحية توصل فريق بحثي الأمريكي من جامعة يونغ بريغهام إلى أن قضاء وقت سعيد مع الأهل والأصدقاء يقلل من خطر الموت المبكر بنسبة خمسين بالمئة بالمقابل نجد بعض الأسر تعيش في تعاسة ووحشة ومعاناة نفسية وصحية تسببت في وجود الفرقة وإن كانوا متواجدين في المنزل فهم في حالة ظهور دون اتصال فالأجساد موجودة والقلوب متباعدة متنافرة فهل يترى أنتم في الخدمة أم خارجها فالذي يهتم بأسرته فهو مشغول بخير وهو داخل الخدمة وليس خارجها لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله والأهل يشمل الزوجة والأبناء جميعا ومن لم يهتم بأسرته فهو خارج الخدمة لأن خطه التواصلي مفصول فتقطعت علاقته بأسرته بسبب بعده وانشغاله عنهم فهل من أحد هنا؟ نحو حياة أسرية سعيدة مستقرة نعم هل نحن في داخل الخدمة أم في خارجها؟ أحد يبغي يعلق على ما استمع خلونا نتحاور لأن إذا نحن اليوم موضوعنا عن الحوار الأسري وتأصيل الحوار أو لبناء نحن أيضا نتحاور علشان لا يكون بس مستمع ومتلقي أحد عنده تعليق على ما شاف من فيلم أنتم تعرفون أزمة الهاتف النقال اليوم أضاف إلى الأسرة بعد ونحن في المآتم والمجالس نقعد والهاتف النقال في عيدنا ونجي المجلس ونجي المآتم ومع ذلك نفتح الهاتف النقال إلى حد صار إدمان من الأسرة إلى الهاتف النقال الفيلم يحكي يقول أن الأسرة قاعدة مجتمعا ولكن كل واحد مشغول بهاتف النقال في مكان آخر وصل إليكم الخلاصة على أن الأسرة السعيدة المتحاورة يمكن حتى نسبة الوفاة تقل بنسبة 50% على حسب الإحصائية والأسر اللي تصير متباعدة أمراض نفسية وجسدية وأشياء أخرى والأسرة هي الأساس واليوم يقعدين يقول لكم قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد شلون نتحاور يا أسرنا شلون ننفتح يا أسرنا أحد يبغي يعلق علشان أنا أدخل بعد بالتعليق السيدة نخلونا نتحاور علشان إحنا بعد نحق طبعا في ظلم يعني روان نشن قيمة التحاور في المنزين والفوائد الفائدة اللي حصل منها الشخص يعني نفسيا إطالة العمر هو النقاش في البيت المنزل بدلا ما ويعني قاعد كليه الشيك الجامع الحوار طبعا هذا يرفع عن نفسه ياخذ يعني يعني يفهم شنو الشخص في باله إذا في شيء مثلا قبل مثلا يستفتر مثلا عن أشياء المفترض أن الأب أو الأم يجاوبون ما يسكتون عنه الحوار مثل ما هو يبين حتى يطيل العمر أمتاز يا سيد جزاك الله الخير أنا عندي مقطع من كلام دائما أقول العلي أنا في محاضرة سابقة في هذا المأتام المبارك قلت ممتأكد إذا قلت أو لا إن ما قلت فهو جديد عليكم وإن قلت بزيد التأكيد لأن أحتاج إلى هذا المقطع من الكلام في محاضرتنا هذه هو أهناك أنواع من الرجال الكلام إليكم أيها الرجال ولكن أنا بختار يعني النوعين الرئيسيين المهمين الموجودين في نوع من الرجال رح أوصفه بهذه الصورة نفرض أن هذا الرجل غائب عن أسرته يعني بره في خارج الأسرة الأسرة فيها أولاد وبنات والأم وما أخذين راحتهم في اللعب في الإصراخ في المزاح واحد على السرير واحد يشغل التلخزيون واحد يلعب كرة في الملعب والبيت فوضى كبيرة من خلال الأطفال هذا الشخص الأم لما تعرف وقت حضوره سيدة تقول ليهم ويش أحن بيجي أبوكم وبالفعل يجي هذا الأب ويفتح الباب وإذا الأبنا هدوء هدوء وسكوت اللي عنده الكرة موقف واللي مطول على التلفزيون من نزلنا واللي يلعب على السرير جالس على الكرسي وهالهدوء حاصل في البيت لأنه حضر هذا الأب الأب في حضوره وهو يدخل ويسمع ويشوف الهدوء والسكينة يقول في باله وفي قلبه ويبتسم صحيح البيت بلى رجال ما في فائدة من يجي الرجال ويصير الانضباط هكذا بعض الرجال وشخصيتهم ونفسيتهم وتوجههم وطريقة تربيتهم إلى الأبناء يجي شخص آخر ينخليه خارج المنزل ويسيناريو نفسه الألعاب الفوضى التلفزيون العالي الكرة ويفتح الباب ويصير الهدوء ولكن هدوء موسكوت هدوء محبة وإذا بالأولاد والبنات انطلقوا إلى هذا الأبناء دخل عليهم بفرحة بسرور بابتسامة اللي فوق صدرها اللي مجود إيده اللي يشيل الأغراض من عنده يعني فحضوره أضاف نكهة جميلة على البيت وجاب الفرحة والراحة مع قدومه إذن اثنين عطينا نموذجين من الآباء مع من انتون من أي نوع من الآباء الأبرقم واحد والله الأبرقم اثنين الحوار إليكم يلا نحن نبغي بعد بعد ما يتفضل أخونا بعد نروح لحوار ثاني أنا أعتقد الأبرقم اثنين لأن هناك احترام متبادل زرع هذا الأب في نفوس الأبناء ماشاء الله وخلاهم يتولد عندهم هذا الاحترام الهدوء جاء مو من خلال مثلا إرهاب أو خلال مثلا غضب أو من مثلا فرض راي بالقوة هذا الاحترام جاء لأنه زرع في نفوسهم هذا الاحترام لما دخل عليهم هم أبدوا الاحترام وبادلوا هذه المحبة اللي كان يبادلهم المحبة قبلهم يبادلون المحبة فهذا اللي زرع في البيت وخلوه في البيت المحبة والألفة والاستماع هذا يكون الأب المثالي طبعا ومتاز الرحمة الله والدك جزاك الله في الخير نبغي نسمع آخر نسمع آخر خلونا نتحاور طبعا الأب اللي يحتوي الأبناء بالحب هو أفضل الأب الأول خد يدخل البيت وسيطر على الأجواء ما في فوضى ما في صراخ ما في تكسير أو لعب صراخ عالي والأب الثاني نفس الشي بس هذا الثاني أفضل من ناحية على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى من ناحية مستقبلية أفضل هذا بيحتوي بيسكتهم بس بيطلع بساعدهم كبت بس يطلع بتضاعف فوضتهم فالأم تكون هي الضحية المتحدة ممتاز جزاكم الله كل خير أنا بسأل أي واحد من النموذجين عنده قابلية للحوار أكثر لا بالثاني تبغى تداخل لا بس أنا حسبتك حامل هذه الداخل زين الله يسلمكم في مرة كنت في إحدى القرى وذكرنا هذا على إن واحد يجي ويركب فوق صدر هذا واحد فوق ظهره واحد ياخد من عندك المحبة احتج واحد من أولياء لأمور اللي يقول شنو أخلي ولدي يركب فوق ظهري قلت ليه الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام كان الحسنان يركبان على ظهره ويقول أنتم خير الراكبان وفيها تفصيل على مدري والجمل يعني جمالكما يعني شبه روحا بالجمل وشبه الحسنان وقلت ليه من رسول الله قل وقال لا رسول الله غير وإحنا غير لا إحنا نتعلم من أئمتنا نتعلم من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ما ينفعنا الحين مننتقل أنا عندي أوراق رح أوزعها عليكم ونبغي وهي من أمامه من الخلف وكل واحد لهدف يعني نبغي نوصل إليه من خلال ونبغي نوضفه في موضوع حلقتنا عن الحوار الأسري أنا أبغي أننا إلى الاثنين معا نقرأ الكاركاتير وعندنا قصة قصيرة نقرأها بهدوء علشان أبغي وش نستلهم منها وش نستفيد منها ليش وزعناها وش فائدتها لحوارنا اليوم وللحوار الأسري يبغي أكثر من واحد يوزع علشان ما نضيع الواقع رجاء وبدو نروحكم للحوار وياريت إذا يحاورون آخرين ما تداخلوا علشان كنا نتناقش وكنا نتحاور وكنا نتعلم للحوار لأن اليوم نحن نبغي نأصل إلى الحوار وبداية نحن نبغي نتعلم بعد كيف نتحاور ما نخجل ما أمكننا ذلك ابحث فضل يا ستا إذا تحب تشارك يعني نبغي نستثمر الوقت يعني قاعدين مع الوقت زين حوالي نحن في نصف الوقت فالحمد لله هو يمكن يحتاج قلم ويمكن ما يحتاج لأن أنا وش أستوحي إحنا رح نبدأ بالكاركاتير أولا تعليق على هذا الكاركاتير وش يحيي إلينا هذه الرسمة أنا حبيت تشاركون النساء في هذا الحوار أيضا ولكن لظروف اللي حصل يعني نعم نعم موجودين لأننا سألت في أول شي أننا ممكن يتحاورون وجبت بلا أنا ما عندي يعني أنا كنت نبغي نتشارك لأنهم نصف المجتمع ونصف الأسرة وأساسها بعد أيضا أيضا ما في مشكلة إذا أنتم تحسون في حوار إلى النساء ممكن وإذا بس الرجال زين نبدأ نبدأ بالتعليق إحنا وإذا النساء رح توصلهم الأوراق وإذا في فرصة إنهم يشاركنا فمهم إحنا عندنا مكتوب رقصة المجتمع للرجال نبدأ بوكستر أنت لا تعلق عليه وش اللي صاير ما لو ما قرأتها شفتها الكركاتير نبدأ من المنصة هنا عندنا المحاور بيقول لنا ما موضوع هذا الرسم خضر أعتقد في يعني الصفات أو خلنا نقول الصفات في المجتمع قاعدة يعني موزعة بين رقة وصلابة حب وتفاهم خشونة ويعني فيه أشياء إيجابية وفيه أشياء سلبية أعتقد اللي صاير الآن أن الرجال هذه رخصة الرجال يبتعد عن الأشياء الإيجابية ينطع على مكان الأشياء يختار بالأحرى الأشياء السلبية أو يختار الأشياء مثلا الغلضة الصلابة الخشونة ويتفاد الأشياء اللي فيها حب فيها رقة فيها شاعرية ممتاز أنت وصف ما هو موجود لكن إحنا نبغي لماذا هذا اللي يحصل ومن هذا الشخص اللي قاعد ينتقل شوفوا الولد اللي قاعد ينتقل رجل وليس بأمرأة شاب صغير وليس بكبير وليس صغير يعني جاي إلى مرحلة الرجولة أبغي تعليم أبغي تعليم سيد عندك تفضل هنا في يلا يلا نستعجل علشان نتحاور ممكن القصد أن هذا هو الولد فالغلطة مثلا هو في البداية يخطط نعم فل ردة فعل الأب واللي صلابة تخلي مثلا تطور الموضوع للخشون وهذا يودي الولد للحاوية ممكن صحيح عندك شبع تضير توكلنا على الله آخر السيد هنا طبعا في نوعين من الصفات نظرة المجتمع لهذه الصفات أن في صفات إلى الرجال بس وفي صفات إلى النساء وطبعا هذه نظرة خاطئة ننشأ في المجتمع العادات التقاليد يقول لنا أن الرجال مفوض ما يقول أحبك مفوض ما يقول ما يكون عاطفي مفوض يكون خشن مفوض يكون جري هذه نظرة خاطئة طبعا وقعدت ننتقل إلى الأجيال الصغيرة جدا ممتاز وصلت إلى الهدف هنا السيد أنهي بيك بسم الله رحب الله وصلى الله على محمد وعليه طاهر مسموح لرجال أنه يكون خشن ويكون صل ويكون مضعي نعم ويكون مكشر ويكون ما يستجيب إلى الأوامر صحيح يكون دائما حائط دائما يكون حائط صد إلى أي أوامر لأي استجابة إلى أي شيء في إيجابية هذا طبعا شيء موقع ممتاز بعد الشيء بتضيف سيد بس هذا الواجس معاكس طبعا الأشياء الإيجابية للهدوء وكفاهم نعم هذه تربيتنا إحنا كأسر بالنسبة إلى الرجل فضل وأورث وكان ما تمروث يعني أحسن وعبروا عنها الرجل الشرقي صحيح إحنا عادة نبغي أولادنا عندهم صلابة عندهم غلظة عندهم خشونة عندهم قوة على شأن يكون رجل على شأن يكون رجل هكذا صفات الرجل عندنا إحنا نربي رجل بهذه الصورة إذا كان غير هذه الصفات مرجع صحيح حتى لما ولدنا الصغير يبكي في حالة بكاء أعطك يمكن مضروم أو يمكن زعلان أو يمكن بأي مشاعر إنه هو يبكي وش نروح نقول له وش نجاوبه نقول له شاب أعطكه لا نقول له الرجال ما يبكون إيه بعد نعطيكه دائما صلابة وخشونة زين هذا النوع لما نربي عنده قابلية للحوار بعدين في أسرته خلاص أنت هم موضوع إيه عنده غلظة وعنده تستحمق عنده يزعل وما في شيء ما تعلم الحب ولا الرقة ولا التفاهم ولا الحساسية ولا الهدوء فهذا طريقة تربيتنا أحيانا تخلينا نوصل الأسرة إلى أوامر ونواهي من الرجل ويقول الرجال أنا الرجال في البيت أنا كلمتي ما تنزل الأرض الكلمة التي أقولها تمشي على الجميع ما في أحد يحاور ما في أحد يناقش وما في كلمة تنزل الأرض هكذا ربي وهكذا نكون الرجال وإن الرجال دائما نتعلل الرجال قوامون على النساء بل قوامون على الأهل جميعا وكلمة ما تنزل الأرض وبالتالي بهذه الصورة لن يكون في بيتنا أو في بيوتنا حوار قابل وسري زين 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 الآن عندنا قصة قصيرة قرأناها نبغي تعليق عليه في خلف الورقة حدث في حيينة وياريد هذه القصة أنا ما أدري في إمكانية النساء المشاركة أو لا أتخطاهم ممكن نرجع بالنسبة إلى الخشونة ما علي أنا بس إن شاء الله حين بيلك يا أستاذي الفاضل بس أل هل قادرين للتحاور مع النساء أو لا ما أردت نعم 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 عندنا مداخلة إلى الرجال إذا في مداخلة من النساء عليكم تتكلمون بال الماكرافون وصلوا إليكم الماكرافون نقدر أي تعليق عندكم حول الورقة سواء القصة أم الرسوم فهذا شأنكم إذا في أحد يبغي يتحاور تفضل بالنسبة إلى بعض الرجال لهو التدخين هو الرجل رجل البيت يدخن أمام الأطفال أو أمام الأولاد 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 بدورهم بعد رايح يتعودون من أبوهم يدخن ما رايح يدخنون أمامه في البداية رايح يدخنون من بر فراح يتعودون على التدخين يقلبون أبوهم للتدخين لأن يعتبرون هذا الشيء أبوهم أبوهم أكبرون ما نقول قدوة يعني نقول أكبر منهم يعني كأب فهي يعتبرون هذه رجول صحيح الأستاذ عند رسالة يوصلها إن الأب قدوة إذا أنت تبغي تتحاور ويتبين لنا الحوار نحن نتحاور كإخوان وإن كانت أوامر فدائما الولد وخصصا الولد الأكبر يبقى يتقمص دور وشخصية الأب وطريقة التعامل مع الأم يمكن القصة تعطينا جانب من هذا الحوار إليكم النساء إذا حبيتون تدخلوا هل يشوف عني يليكم يعني لا نساء إذا ممكن بس تشيكون الماكرافون هل هو شغال أو لا إي إن زين بس إذا عدكم مداخلة على الورقة أول شي بالرسمة إذا عدكم تعليق على الرسم تفضلوا ما نسمع شي لا حوار خبرونا إذا ما في مداخلة علشان نستفيد من الوقت زين أحد عنده مداخلة من الرجال على هذه القصة بالنسبة للأشياء اللطافة يعني تبون مداخلة لو على هاي القصة لا إحنا نبغي على القصة ونبغي المداخلة على الكركاتير المرسون هذه بدايتان وإذا ما عندكم على هذا وعندكم مداخلة فيما سباق ما في مانع المهم بس نحن نبغي نشارك بأي طريقة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بالنسبة إلى القصة هذا شيء واقعي نحن نعيش في مجتمعاتنا دائما يكون أسس التربية من الأب والأم فنلاحظ الأخلاق السيئة من الأبناء يجي من الأم والأب نحن منتشرة من عدل الوعي الثقافي عند الأب والأم أن الأم تتلفظوا بألفاظ ويجي تمنع الأبن عن أنه يتلفظها والأب نفس الشيء يجي عاملية الأم بنفس الأخلاق ويمنعها من الأبن نفسه فهني الأبن يكسب في نفس الوقت إذا كان هو يخشى الأب ويخاف من الأب يطلع لبرة ويتلفظ بهالكلمات لما تنتشر الأخلاق السيئة والأصدقاء بما نسمى نقول إحنا أصحاب السوء بس هو لو نرجع في الأساس نرجع إلى الأم والأب لأن إحنا نلاحظ وإحنا خصوصا عندنا رياض أطفال إن الإبن عمره أربع سنوات يجي يتلفظ ألفاظ سيئة ونتكلم عن الأم ونشوف إن الأم مثلا إنه مدرسة أو مثقفة حتى أنه تحاضر في المآتم بس الألفاظ ما تنتقيها الألفاظ الصحيحة في البيت بينه وبين الزوج لو بينه وبين الأبناء بحني الإبن يكسب أكثر شيء من الأب والأم جدا شكرا ليش ما شاء الله عليش في أحد من الخوات بعد على شهن ننتقل للرجال بعد نبغي مداخلة من عيد في أو لا بسم الله الرحمن الرحيم نعم بس بالنسبة إلى هذا يعني الكلام غير كان في القديم بكثرة أكثر من الحين لأن الناس يعني زادت ثقافتهم فيه نحن ما نقول يعني إنه ما فيه كلش بس قل بنسبة كبيرة لأن حتى يعني الأولاد ممثل الأول يعني الأول إذا نشف الطريق كلهم نسمع كلام وصخ مثلا يعني يوصفون الآخرين بالحيوانات والإلى آخر بس الحين يعني قلت بنسبة كبيرة بسبب ثقافة الأم والأب نعم شكرا إليكم أحد الرجال الحين أحد يعلق على القصة لأن القصة تحكي شي مهم جدا وتوصل إلى نتيجة حتى النتيجة التي وصلت إليها القصة تحصلون هكذا آخر نصف سطر هكذا تكبر امرأة مكسورة ورجل ظالم القصة توصلنا إلى هذا الشيء أحد يبغي الداخل في الجانب علشان ننتقل إلى موضوعنا زين بسم الله الرحمن الرحيم البارحة بس أسمح قصة من أحد الشباب يقول وانت كنت وانا ماشي في الديرة طبعا بنت ويا خطها وتتلفظوا بالألفاظ هذه الموجودة في القصة يبدأ رجل كبير ويتلفظون بهالألفاظ هذه بينهم وبين بعض كل واحدة تقول لها جحمارة هذا هذا الواقع نعم القصة أيضا شكرا لك سيد القصة الرجل الولد عمر 12 سنة خارج المنزل في الشارع نسع علبة السيقاير 12 سنة نسع علبة السيقاير وقاعد يصرح في الشارع على اختف الدور الثاني أنه جيب لي علبة السيقاير وهي تخاف وتبحث وتدور وهو يشتم فيها على سبب تأخرها الأم أيضا في خلاصة الموضوع تنتصر إلى الولد وتهاجم البنت والبنت ما عندها جريمة غير أنها بحثت عن علبة السيقاير وما حصلتها وهذا قاعد يتلفظ بالشتر والسبيبة والصراخ والأم ما ترد على الولد كأن الولد عادي أنه يصارخ كأن الولد عادي أنه يشتم وهكذا نتربى مجتمع ذكوري للصلاحيات الكثيرة وأمرأة مظلومة خانعة حتى لما تروح لبيت زوجها نوصلها لبيت زوجها عليش تستمعين كلام الزوج وما تطلعين عن طورة وما تطلعين عن مشورته وكأننا نستلب نستلب رأيها فيها لما تكون عندنا كبنت ونوصلها إلى ذاك الزوج ونسلمها إليه علشان ينتقل الظلم من الأسرة إلى الزوج يمارس على هذه المرأة ظلمة عنفوانة صراخة وعلى المرأة أن تسكت على المرأة أن تصبر على المرأة أن تكون دائما دونية ولكن ونحن قاعدين نحتفل بسيدة العالمين فاطمة الزهراء مو هكذا تربية الإسلام الإسلام عزز من مكانة المرأة وعزز من دورها والمرأة ريحانة مثل ما يقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إذن إحنا إذا نبغي نتعلم الحوار من التربية لازم يطلعون أولادنا وبناتنا علشان يفتحون ليهم في المستقبل بيت أسرة يشوفون كيف كان التعامل أسرتهم معاهم إحنا يا أخواننا ويا أخواتنا دائماً نبغى نتعامل يا أولادنا بأوامر الرجل سوها الشكل لا تسوي هذا حرام هذا حلال هذا ما يجوز هذا ما قلت لك أنت 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 أوامر نواهي أوامر نواهي ليش أسوي وليش أستجيب ما في أي حوار فيما بيننا إحنا كأسرة وخطورة على أبنائنا وبناتنا خارج المجتمع وخطورة على أبنائنا وبناتنا داخل المجتمع داخل البيت اليوم عندنا تربية مو بس من الأب والأم تربية من الأب الأم يعني أقصد الأسرة المدرسة المجتمع التلفزيون كمبيوتر الهاتف النقال كل المصائب موجودة عندنا وإحنا نبغي يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا كيف يكون هل أوامر نواهي أم نفتح باب إلى الحوار يعني أنا كرب أسرة أمسك زوجتي من الآن وصاعدا إننا نتوافق أنا يا زوجة بداية إننا ننشأ مرة في الشهر أو مرتين في الشهر أو مرة في الأسبوع نخلي موضوع حوار أسري نترك التلفزيون نترك الهاتف النقال ونجي إحنا الزوجين أو الأبوين والأولاد والبنات نقعد حول موضوع نختاره إحنا علشان نتناقش فيه ونتحاور فيه أحياناً يقول لي أنا يعني كيف أتحاور وليش أتحاور وإن أنا أقدر وما عندي وقت لا أتحاور إلا أبغي أقدر أقول لولدي أقدر أقول لبنتي أقدر أقول لزوجتي وعليها تنفذ وش فائدة الحوار هذا اللي منشوفه أبغي نعرض يعني حم نعرض أشياء سريعة بس إحنا الهدف مننا بالضبط إحنا شلون نكتشف أو شلون نأسس إلى حوار ما بيننا في الأسرة شلون أشرك زوجتي أحي نسمها مو بس زوجة شريكة حياة وإذا شريكة حياتي وإلى ما لها كلمة ولا ليها حوار ولا ليها منطق ولا ليها مشاركة هذه المسألة خلنا نشوف واش فائدة الحوار توصيل التربية أو الأهداف بصورة ميسرة أنا أسهل إذا عندي أي معلومات أو أي تربية أو أي موضوع أبغي أنقله بالهدوء وبالحوار وبجلسة حوارية وأخذ عطا أسهل من أن أأمر وأنهي ولدي زين لما نقعد نتناقش يلتزمون كل الحاضرين بنتائج الحوار في فرق بين أنا أمرت ولدي وفي فرق بين حاورته وخليته ويقترح ويش الحل ويش الأمور اللي تساعد في المشكلة وهذا بيساعد علي أنا من خلال الحوار تتوزع المسؤوليات يمكن نوزع مسؤوليات الأسرة بين واحد يغسل مواعين وبين واحد يرمي القمامة وبين واحد يكنس نقدر نسوي جدول يعني كل شيء توافق عليه نقدر نطبقه تتعزز الثقة بالنفس ترى في موضوع إحنا عندنا أولادنا في البحرين وبناتنا يعني القليل إنه يقدر يحاور أو يلقي كلمة أو يتكلم لكن ننظر مثلا خننظر للكويت بنات وأولاد الكويت وهم صغار يقدرون ينطلقون يقدرون يتحاورون يقدرون يناقشون يقدرون يقولون كلمة إحنا الكبت اللي نعامل فيها أبنائنا وما نخليهم فرصة إلى أن يتحاورون ويتناقشون ويبدون رأيهم يعني نقلل ثقتهم بنفسها بالعكس إن هذا الحوار فائدة إنه يعزز الثقة بالنفس إلى الأولاد تقلل الخلافات الأسرية متى في أنا عندي زوجتي ساعة الحوار يكون اثنين ساعة الحوار بس أنا يزوجه ساعة الحوار بس أنا يا ابني لأننا لدينا مشكلة خاصة بس بيني وبينها قاعدة تحاور وساعات لحوار جماعي إلى جميع أفراد الأسرة موضوع عام يهم أفراد الأسرة أبدأ أتحاور إياها تقل الخلافات من ضمنها إذا تحاورنا وتناقشنا أما إذا صار كبت عند ولدي وكبت عند بدي وما تقدر تقول إلا في داخلها هذه مشكلة كبيرة جدا شروط الحوار القدرة على إدارة الحوار مهم أنا كأب إشلون أنظم الحوار مثل ما أنتونا في الجمعية إشلون رئيس الجمعية مع مجلس الإدارة إشلون يدير الحوار إشلون يستأدن الواحد الذي يري أن يتكلم إشلون يوزع الحوار إلى الكل ويستمع إليهم لازم تتوافق الأسرة كل الأسرة موافقة نقنعها بأهمية الحوار لازم الحوار لوقت مناسب أختار يوم مثلا يوم إجازة أختار مثلا سبت الصباح بعد الإفطار أختار مثلا بعد صلاة المغرب ما قبل العشاء التفق إيا الأبناء في هذا اليوم مثلا ليلة السبت موعدنا ليلة السبت ما حد عنده شغيل ما حد عنده ارتباط لا إذن كنا علينا نلتزم هذا توافق الأسرة وفي الوقت المناسب الهدف من الحوار أنا ما قعد بس أتحاور علشان بس أقول أنا أتحاور كل مرة أختار موضوع علشان أنا أوصل الحوار فيه وبعدين الحين بيجينا ما هي المواضيع اللي ممكن إحنا كأسرة نتحاور فيها اللي هو هذا موضوع الحوار هذه إذن شروط الحوار القدرة على إدارة الحوار توافق الأسرة الوقت المناسب الهدف من الحوار وموضوع الحوار وفيه أشياء كثيرة بس أنا ما أخذ أجزاء منها وشي عيق حوارنا شلون يصير ساعة عدم إيمان ربي الأسرة بالحوار الحوار الحوار يحتاج إلى تخطيط وشروط وجهود قد لا يستجيب فرد أو أكثر إلى الحوار يعني هذه معوقات الحوار ساعة الولد يقول أنا ما نقاعد ما نبات حاور وش أستفيد من حوار فبالتالي إذا بعد الولد صاروا ولدين ما قدرنا نقنعهم بالحوار يصير معوقات إلى الحوار ساعة الخوف من عدم الاستمرار نزيل أنا بديت جلسة حوارية أخذت موضوع الشهر الثاني أو الأسبوع الثاني أخذت موضوع آخر وبعدين خلاص حوارنا ما عندي مواضيع تحاور فيها هذه من معوقات الحوار ما هي المواضيع المقترحة للحوار أنا ذكرت هنا بعض المواضيع مثلا رسالة الحقوق للإمام زين العابدين فيها يعني واجبات وواجباتنا نحو بعضنا الواجب نحو الأم الواجب نحو الأب الواجب نحو الخادم الواجب نحو الجار فيها تعليمات كثيرة هذه إذا أنا أجيب هذه الثقافة الأئمة وأطرحها بصورة مبسطة وأتناقش فيها يا أولادي وبناتي يعني هذه من الأشياء أهمية الأسرة ساعات الناس عند عادي أنه عند أبو وأم وأسرة في أشياء موجودة عندنا لكن منحسها أمور عادية قد من أسر في بلدان أخرى أو من ناس ما عندهم ما عندهم أسرة يعني في أمريكا التي هي أغنى دولة في العالم يعني الناس المشردين ملايين من الشعب الأمريكي مشرد تحت تحت السيارات وفي خيام وفي أحراش إلى حد في أمريكا وأوروبا سنويا خاصة من يجي من الشتاء مئات الناس أو خلنا نقول إذا مو مئات عشرات من الناس يموتون متجمدين من الشتاء ومن البرد القارص لأن ما عندهم أسرة أنت يا ولدي عندك أسرة عندك أب يصرف عليك عندك أم تخدم تشتغل إليك أنت أيضا يا ابني تصارخ أحيانا ليش أنتون سنوين ليلنا كل هذا كل يوم كل يوم مجبوس كل يوم المهم أنا أحجج على أمي وبروح لمدرسة أجي أحتج عليها وين فاني التي مالة الرياضة ليش من مقوية أنت مين أنت من اللي تآمر على أمك وتصارخ عليها أنت من اللي تشترط وش تمثل إليهم أنت عبء على الأسرة أم أنت مساعدة للأسرة أشتروا أشتروا لي هاتف نقل والله ما بطب بالبيت يعني ليش لأن عندي أب يحبني وعندي أمي تخاف علي هذه الأسرة أبغي أنا أبين ليهم الأشياء اللي غايبة عنهم مش معنات أنه في أسرة وأب وأم شلون أنت تطلع ومصروفك عندك شلون تطلع وملابسك نظيفة شلون ترجع وغداك جاهز يعني هذه من ضمن الأشياء اللي إحنا نبغي نوصل ونأكد عليها ساعة نحس بها هي بديهية هذه أنا عندي أسرة إحنا الحمد لله نحمد الله على الأشياء اللي عندنا عادي أنا عندي بيت عادي أنا عندي شقة عادي عندنا أسرة عندي زوجين آخر يتيم أنت عندك أبوين آخر يتيم آخر يتيم الأبوين فدائما نحمد الله على هذا الشيء زين أهمية المدرسة أحيانا نودي ولادنين للمدرسة خد شنطك خد ثيابك روح للمدرسة وارجع من المدرسة راجع عنجح نحن نناقشهم ما معنات المدرسة اليوم آخرين يتعلمون في مدارس خاصة بمئات الدنانير شهريا يصرفون أنت المدرسة بالمجان عندك اتعلم استغل للوق الدراسة مملة نعم الدراسة متعبة نعم ولكن هي المستقبل قد يقول لك يا أنا فلان رايح نيوزلند ها وتعبان ودارس وجمال يشغل واحد عنده دكتورة واحد عنده ماجستير ما عليه ما يصير عائق أنا اليوم في أزمة وأنا يعني محاصر في كل شيء ومحاصر اقتصاديا وحتى في العمل ولكن بكرة نفتح الأمور سلاح الشهادة هكذا حوار هكذا نقاش اللي يبغي نوصل إليه هذه أنا بس أعطي بعض المواضيع اللي إحنا ممكن نتحاور فيها كأسرة وساعات غايبة عن أبنائنا ميزانية ميزانية الأسرة الهاتف النقال موجود اليوم إذا أنا عندي أربعة أولاد وخمسة أولاد وكل واحد يبهي هاتف النقال وإذا الهاتف النقال كل يوم وجددونه وصار قديم ويبغون الأولاد غير وتبغي بطايق للشاحن وأنا علي كهرباء وعلي ماء وعلي تلفون البيت وعلي مصروفكم وعلي غداكم وعلي عشاكم كيف أنا أقدر أوفر ليكم هذا الشيء الولد ما يفهم والبنت ما يفهم يقول بس أبغي لكن لو تحاورنا ما عليه أولادي هذا مرتبي أربعمائة دينار أنا أدفع مثلا مئة أو مئة أو خمسين دينار لأجار الشقة وأدفع إلى الكهرباء وأدفع لها الشكل كيف أنا أقدر أحقق لكم الميزانية إذا تفهم الولد والبنت هذا الأمر ما بيكون إلح على طلبات وحس أن الأب ويتمنى أن يجيبها إليه ولكن ميزانية ما تسمح يعني هكذا الحوار يتصير يتخفف المشاكل اللي عندنا إذا تحاورنا وصرنا صريحين إذا عاملنا أولادنا كأنهم كبار وستمعنا إلى أراءهم ولو قلت ليه يا ولدي انت خل روحك في محلي أنا شلون تقدر بتصرف الميزانية يعني هكذا بعض المواضيع قلنا عن هاتف النقال سن التكليف أيضا اليوم في جمعيات ومناطق تقوم تأدي لنا حاول سن التكليف ولكن من المهم أنا أتناقشي يا ولدي من المهم أنا أعلم ولدي أعلم عن الاحتلام عن الأمور الجنسية عن الغسل هذا حوار هذه بعض مواضيع الأسرة في الحوار أحيانا الحوار يصير يوم العيد وخصوصا هلال شهر رمضان وتشوف الأسرة أحيانا نص الأسرة صايمة ونص الأسرة فاترة بيت هذا عيد وبيت ناس صايمين أولادنا يجيهم ردة فعل يزعلون ينقرون شهدين هذا ما انتون متفقين حتى على هلال هلال واحد ما انتون متفقين عليه ناس صايمة وناس فاترة وناس هذا أنا لكن لو قبل شهر رمضان أو في خلال شهر رمضان كلمت عن الهلال شلون رأيي الفقهة وشلون لازم نشوف الهلال بالعين المجردة وشلون هالشكل رأيي فقيه غير رأيي فقيه غير أخلي عند استعداد نفسي أن هذا الاختلاف اللي حاصل يعني هذا شيء ممكن أيضاً أنا أوقف بس عند موضوع وهو الاختيار لأصدقاء ساعات لأب وشيقول لأب ولدي لا تمشي هذا زين ما بمشي هذا بعد لا تمشي ساعة الولد يروح يختار الناس كل موزين يعني بالصدفة أن يتصادقية ناس عليهم علامة استفهام عند الأب الولد يشيقول ماشينا يا هذا ما أرضي هدينا وماشينا يا هذا ما أرضي وماشينا يا هذه المجموعة وموافق إذن أنا أروح لمن وين أروح وش أسوي وش هذا صار ملاعنة صار حوار في شدة صار هالشكل لكن لو جيت أنا كلمت الأولاد في هذا السن من المراهقة حورت إياه أهمية الصداقة ديننا يحث على الصداقة ولكن من المهم اختيار الصديق المناسب في هذا السن يتأثرون الأصدقاء ببعضهم البعض أكثر من ما يستمعون إلى الآباء وللأمهان وأنا كأب من مهمتي أيضا أوصل أبنائي إلى أصدقاء جيدين لأن إذا أصدقاء جيدين بحاول يقلدهم حتى لو ما بيسوي أعمال جيدة بيحاول يسوي الأعمال الجيدة علشان يقلد أصدقاء ولكن الخطورة لما يكونوا مجموعة أصدقاء ابني سيئين لا سمح الله وبأثر عليه لكن أنا لما مولين راح صادقة أقول له هدهادة وهدهادة وأوصل إلى يعني طريق مغلق بيني وبين ابني لكن لو جعلت الأصدقاء من مواضيع الحوار إلا أنا أتحاوري يا أولادي وبناتي بالهدوء حولهم يعني هذه أنا أخلص في إلى ما نتوسط إلي خلصنا هذا إذن أنا بس أكتفي في هذا الجانب وأفتح إلى أي مداخلة من النساء أو الرجال ختامية علشان وقتنا يعني أزف أو انتهى وأنا استمعت إليكم وأنتم حاورتون بديتون ولكن إحنا من المهم شلون نفكر الزوجة والزوج إننا نتفوق نخلي لنا موعد علشان نتحاور في أبنائنا وبناتنا ونلمهم ونصي قريبين منهم ما أمكننا ذلك وما نخلي بس عليكم أوامر ونواهي وعرفنا فبائد الحوار عرفنا معوقات الحوار عرفنا مواضيع الحوار عرفنا أهمية الحوار باقي إننا إحنا نطلع من هذه المحاضرة أو هذه الجلسة المتنوعة وإحنا في ضلال وبركة السيدة فاطمة الزهراء المربية العظيمة والقدوة الكبيرة شلون نأصل ونبدأ إننا نطلع من هنا نلتقي مع الزوجة نفكر على مواعيد للحوار هذا ما أرجوه مفتوح إليكم ونبدأ بمن؟ نبدأ بالنساء فضل حوار الخوات عندكم؟ نحن لا نقول للرجال بس قوامون على النساء عاطينكم الأولوية النساء نعطيكم وقت على ما تتجهزون فنأخذ مداخلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي مداخلة وأبدأ المداخلة بآية قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم صلى الله عليه العظيم طبعاً الحوار بين الأسرة جداً مهم ولكن للأسف الشديد في معظم الأسر أو في بعض الأسر في البحرين أو خارج البحرين ليس هناك تقافة للحوار فيقتصر دور الأب منذ صغر الأبناء فقط على توفير الجانب المادي فقط توفير الملابس توفير الأكل ولكن هناك جانب أهم وهو الجانب المعنوي حيث أن إذا كان الأب اتخذ من ابنه صديق ويتحاور معاه ويسأله ما هو حاله في الدراسة وما هو حاله في أمور العمل هنا الابن سيكون هناك لديه تقافة الحوار وتقافة المشورة ثم في النتيجة ماذا سيحدث ستكون المشورة حرز من الندامة وأمن من الملامة فلنعزز تقافة الحوار ولا نقتصر بمنظور ضيق على الأشياء المادية بل الأشياء المعنوية جدا مهم لأسره سعيدة متحبة مترابطة وشكرا ممتاز جزاك الله كل خير خوش مداخلة الله يخليك آخر الحالة العامة الموجودة بخصوص الحوار في الأسرة أنه قد تكون الأجواء الموجودة أجواء طيبة أجواء محبة وعلاقة عاطفية وكل شيء موجود بس الحوار غائب الحوار متى يطلع هي الحال العامة إذا في مشكلة إذا في مشكلة ترى في يسعيل في جهة حق راضي وصير حوار حوار صحيح بل المفروض نستبق لا نكون مثل سياة الإسعاف أو سياة الإطفاء إذا كالله خير توصل إلى المكان المحترق ممكن فيه أضرار ممكن نروح المكان كامل لازم نستبق الأمور نأسس لوجود الحوار إذا كالله كل خير ممتازين جدا ما شاء الله عليكم أحل استخدام القوة أو العنف ضد الأولاد ممكن أنك تربح الخوف فيهم الخوف لكن راح تخسر الحوار والمحبة والاحترام جزاك الله خير خوار إذا جهزتون أيضا سبقوكم الرجال لمداخلة أنا أريد أن تأكد أنه بالله الرحمن الرحيم تفضلي تفضلي حياش بالنسبة إلى الحوار تطبيق الحوار ضروري في البيت لكن الحوار ليس بالضرور أن نوصل إلى رائب معين واحد الحوار يعني مسألة أن أتقبل جميع الآراء الحوار في النهاية وصلني إلى معرفة آراء جميع أفراد الأسرة حول موضوع معين ليس بالضرورة أن أصل إلى رأي واحد وليس بالضرورة أن أصل إلى حل المشكلة الحوار هو النقطة الأولى لمناقشة المشكلة في إجراءات ثانية الحوار هو مجرد أول مرحلة في مراحل كثيرة للوصول إلى أحد المشكلة شكرا عفوا حياش الله في أحد آخر بالنسبة للنساء نتفضل ننتقل إلى معلم في النساء عندكم مداخلة أيضا في عندي مداخلة بسيطة إن الحوار يبدأ في الأساس من الزوج والزوجة في بداية الحياة الزوجية إذا تعودوا إثنينهم على الحوار والنقاش السليم فهذا شيء طبيعي إنه ينتقل إلى الأبناء وفي أنواع الحوار قد يكون الحوار ليس شفهيا يعني كلاميا قد يكون حتى فعليا بين الزوج والزوجة هنا يوصل المعلومة إلى الكفل إنه في حوار حتى بالنظرات بحوار مثلا حسي أو حوار كتابي بين الأب والأم فينتقل إلى الأبناء هنا الأبناء يتعورون على الأخذ والعطاية الأم والأب بكل راحة فلازم الأب والأم يعني يمكننا أني الحين أجي أقول أنبي أحاور أبنائي وأحط في بالي إنني بروح أجمعهم بقعد إياهم وبتناقش إياهم بس قد تكون الحركة هذه في هالعصر يعني عصر الأولاد يمكن ما يرغبون إليها بس يمكن من فعل الأب نفسه توصل المعلومة إلى الأبناء وهذا تكون نوع من أنواع الحوار أنا أقول الحوار ترى نقدر نشجع عليه ونخليه مشوق ونخلي له مكافآت أيضا في البداية نأسسه خلونا نبدأ دائما البداية صعبة ولكن لما نبدأ ونتواصل ونتحاور ونتناقش نقدر وأيضا ترى مثل ما قال أقولنا بالنسبة إلى العنف اتضح أن الأسرة اللي فيها عنف أسري الأولاد والبنات ترى مهيئين أن يكونون أسرة ثانية في المستقبل يتمارس العنف يعني تربيتنا إلى أبنائنا وبناتنا من خلال الحوار القصص الموجودة ومن خلال العنف ما ذكر أخونا عن العنف في الأسرة ترى مهيئين أن الأسرة تنتقل أن تنشأ أسرة عنيفة ولكن الأسرة المتحاورة أيضا إذا ربينا أبنائنا وبناتنا وتعودوا على ثقافة الحوار هم بينتقلون إلى أسر قابلة إلى الحوار والنقاش بدون الحوار والنقاش أنا ما أعرف ويش قاعد ولدي يفكر ولا بنتي تفكر وإذا صارت مشكلة خارج المنزل إذا ما في حوار ما بذجي بنتي تقول أن يتعرط له مشكلة بهالصورة لكن إذا في حوار ونقاش وتعودنا على الأخ والعطاء بين الأباء والأمهات والأولاد فمنشجعهم على هذا الأمر يعني أنا أروح خلني أبدأ حتى لو أتعثرت في البداية حتى لو صعب علي حتى لو بعض الأبناء مثلا في البداية نفرض أننا عندنا خمسة أبناء واحد من الأبناء يعتدر عن الحوار ما يحتاج أجبرة أروح أنا والأم ونروح مع الأربعة ونتحاور هو بيظل يراصد إلينا ومراقب إلينا إذا شاف في الحوار بهجة وفي فرحة وفي أناسة وفي لقاء وفي استماع وأخذ برأيه واستماعي لكل الرأي هو بنفسه بالتالي يعني ما بيتخلف عن الراك وبيجي يحاور في أحد كان يبغى يحاور من الرجال هنا؟ عندك ملاحظة بالنسبة للموضوع هل مثلا بالنسبة للحوار إذا الحوار موجود عند رب العائلة هل ممكن أخوه أو العم أو شسمي الداخل أو الأهل يدخلون في الحوار أو توضيح الحوار بين الأب ويا أبناءه؟ نعم يمكن الأب يتخلف لأم تقوم بالدور يعني يمكن الأم شافت إن الأب ما عنده قابلية للحوار ولا يبغي ولا يؤمن أكوا أبوتنا لا حاوروا ولا سوا ومشت الحياة بعض الرجال يقول لك هالشكل أنا جاء لي زاغر هالأولاد ولي زاغر هذا الشي ما عنده في الحوار سينوش يصير إذا الأم اقتنعت وهي بدأت إيا أولادها تتحاور وتتناقش متوا تعرفون الأم تاخد دور كبير في هذه التربية يعني وأنا بعد أشوف التربية من الأمور كل ما جالي الرجال يبتعد كل ما يشوف المرأة تاخد الدور هو يحاول يبتعد وأسهل إليه يلا روحوا لأمكم روحوا كلموا أمكم روحوا يسروا أمكم أنت نقولي لو ولدش هالشكل فيحاول يبتعد عند أصدقاء عند طلعتين ممكن عند الماتام ممكن عند المسجد والأم لا هي على مسؤولياتها كلها يزيد العب عليها أن أنت نروحي ممكن الأخ الكبير إذا في ناس أخوان في منازل جامعيين مثلا على مستوى أنهم يديرون الحوار وناقشونه ولكن أن يفضلنا جميع أفراد الأسرة بدءا من الأب أن يكون عند ثقافة حوار ترى إحنا بعد يأثرون علينا آبانا ما علمونا نتأثر إحنا وإحنا بعد الأبنا نقول ما علمناهم وهم ما يتأثرون إحنا بحاجة لنتحاور ترى عند الأولاد والبنات أسرار خطيرة جدا وهي موجودة في صدورهم ولقادرين يبوحون بها إلى أحد وقد يتعقدون نفسيا أو قد هم متأثرين الحين أو مهددين من آخرين أو مهددين أبناءكم أو بناتكم لا سماح الله من آخرين ويستجيبون ربما حتى للتهديد لأن خايفين يقولون لكم بماذا هم مصابين إذا ما في حوار ولا في تفهم ولا في توافق ولا في قابلية أشياء كثيرة إحنا نحسب مي موجودة ولكن من خلال الحوار تطلع على الصالح أنا أبغي أقول هذه إهانية الحوار فضل السلام عليكم السلام عليكم عندك طغيرة أمرها ممكن تسعى لو عشر سنين نعم إذا دامت بالحوار السلسل وقدخل في يوم الآخرة الأسئلة بروحها عالية أنا أفضل مستواهي بعد شاء في فوق مستواهي وكلما يعني تبتدي بالأشرة صغيرة وثيرها تنتقل إلى الآخرة وهي هاي حوارها كلها علىها وين راحك الجدد وين راحك الموت وشي اسمه وفوين عاشين هم موجودين نعم وشي اسمه وهم في الجنة وبعدها يكيد أسئلة فوق المستواه حتى على المستواهي فوق مستواهي صحيح كلامك أنت جاوب عليها على قد سؤالها وقدر ما تستطيع عندك إيه؟ يعني لكن أنا لو أنهرتها ما علي حتى لو عطتني موضوع صعوب أحاول أجاوب حتى لو ما عطيتها الإجابة الكافية لكن أنا لبيت إليها رغبتها في الإجابة واستعدت للحوار إياها بدل ما أجببها مثل ما نقول أو أسكتها أوهو أنت غربلتين بها الأسئلة فأسئلة ما تنتهي أنا إذا كبتها في هذا الجانب أنا عند الطفل أسئلة وأسئلة محيرة أنا أجيب عليها بما أستطيع أو أبحث عن سؤالها في مرة ثانية أجيبها أشجحها على الحوار ما أكبتها ما أسكتها مثل ما قلت ربما ساعتهم ما يسألون أسئلة أكبر من أقليتهم وساعت أكبر من أن أنا أقدر أجاوب على هذه الأسئلة ولكن على اللقاء أضعف الإيمان أن أنا ما أكبتها أو يعني أحقق عجزي بيعني أخليها ما تسأل مرة ثانية بس إذا ممكن ننهي النساء هل في مداخلات أخرى على أساس ننهي الحوار؟ أعتقد في مداخلة بس الرجال هنا وحده إذا النساء أدكم مداخلات والله إي أو لا نعطي بس مجال للرجال مداخلة أخيرا نساء بنعطيكم مجال إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أشكر جمعية التوعية خاصة وكما أشكر العاملين هنا في القرية المرق العزيزة وأشكر للأستاذ حضورة وأدأوا في هذه الندوات ينقصنا كثيرا من الثقافة الزوجية ليست الثقافة الجنسية هي ما أرمي إليه إنما أقصد ثقافة الحوار وغيرها من الثقافات التي تكاد تنعدم أو لم تزرع يعني قد تنشأ البنت في الفتاة في أسرة متحفظة متدينة تكون عندها قدرة من الحوار والتفاهم إنما بشكل أو بآخر عندما يعني تتزوج تنسلب منها هذه الشخصية والإرادة والتواصل لسبب أو لآخر لأننا في مجتمعنا عادة إن غرس إن مثلا الرجال عيب إن يعبر عن عاطفة زوجته أو إذا عبر يعتبر إنه كأن في نوع من الناقص يعني كأن هذا الشيء ناقص أو يقلل من رجولته أو قد يكون العكس إنما فتاة في أسرة كل ما عندها يعني مثلا قابلية ولا حوار ولا منطق وبعدين يأخذها زوج مؤمن وماشاء الله يعني ينقصنا هذا الشيء الكثير وشكرا لكم جزيلا شكرا إليك جدا يعني مداخلة شبعة ممتازة أخذتنا إلى موضوع آخر الرجال النساء الطالب منكم كونوا عاطفيين كونوا قريبين كونوا محبين كونوا معبرين عن حبكم أقدر أقول لزوجتي أحبش والله لا يعني مو يكفي إن أنا أحب زوجتي بمواقف أنا أصرف عليش أنا أودش لزيارة أنا أجيب ليش وهذا دليل حب صحيح ولكن يبغون كلمة أحبش وكلمة أحبش وكلمة أحبش مرات ومرات ومرات وساعة الواحد أشهر ما يقول لزوجة هذه الكلمة وساعات يقول كبرنا فسعاد إحنا مو مراهقين ولا صغار ولا أيام الخطوبة حين إحنا شيبنا والله حين كبرنا الحب لا أنت صديقك مفروض تقول لي أحبك في الله زميلك في العمل تقول لي أحبك بما تعنيها هذه المحبة من كلمة وآثارها مثل ما قال لنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وإمامنا علي بن أبي طالب إن إذا ينحب أي شخص قل لي أحبك بما هذه الكلمة تأثيرها الإيجابي على صديقك أو زميلك في العمل وكيف لما يكون زوجتك وأولادك وبنتك أنا يعني لي ليلة الثلاثاء محاضرة بس سمها عنوان المحاضرة ابنتي وحبك شلون مهم على الرجال يقول لبنتك كلمات الحب بالإضافة إلى زوجته يعني خصوصا البنت هي عاطفية ومن يروي عطش هذه العاطفة غير الزوج كيف ترويها؟ بالمشاعر وبالكلام تكلم إلى زوجتك تعاكسها خازلها حببها في نفسها عطها الأهمية بالكلام وهذا موضوع يعني بعد من أسمى درجات الحوار أفر الله لي ولكم في مداخلة عفوا سامعني في مداخلتين طبعا طبعا بالنسبة إلى الحوار هو وسيلة هذه الوسيلة بالإمكان نحن نتعامل إياها بأمر بسيط جدا كثير من الأسر الآن تطلع على الساحل تطلع إلى المطاعم بالإمكان هذه الفعاليات أننا نتخذها سبيل إلى الحوار يكون المطعم قاعدتنا بدل ما يصير بس للأكل نحن رايحين علشان نتحاور وبعدين ناكل رايحين الساحل مو علشان نطلع البحر وشاعرية بس رايحين الساحل علشان نتحاور وبعدين نشتم الهوى الجميل رايحين السفر مو علشان نحن بس نسافر للأيمة رايحين نسافر للأيمة ومكة والمدينة وفي نفس الوقت علشان نطرح مسائلنا الأسرية بشكل واسع ونطلع بتوصيات ونرجع ننفذها في أرض الواقع وشكرا جزاك الله كالخير خلصنا توكل على الله أنا معاكم حياة 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 فضل بالأستاذ على أساس أن توصلوا لهذه الرسائل بس بالإضافة إلى ذكارة الخال هنا بس في سؤال واحد هذا ممكن نختصار في الإجابة بس ما مدى تطبيق أحاديث أهل البيت في تربية الأبناء لاعبه ستا وصاحبه ستا ووازره ستا سبعا وليس بستا هو هذا السؤال موجود هذا بس الظاهر سبعي نعم باختصاله سمعك بالنسبة إلى هذا الحديث إلى الإمام علي بن أبي طالب تركه سبعا أدبه سبعا صاحبه سبعا لما نترك سبعا في أول آم وش قاعد هو يتعلم من علاقتي أنا مع زوجتي هو الولد وهو صغير يسجل ويكتشف ويعرف ويسمع ويدري ويبحث الأجواء البيت حتى بدون كلام تنتقل إليه البيئة الحسنة أو البيئة السلبية إذا في البيت من حن ومن الصراخ ومن هواش كله ينتقل إلى هذا الطفل حتى بدون ما تكلمة لما تقول الإمام علي تركه سبعا هو مو في تركه هو يكتشف، هو يسمع، هو يبحث، هو يدري، هو يؤسس في هذه البيئة الصالحة إن شاء الله كلكم بيئاتكم صالحة من سبع إلى أربعة عشر سنة هذا الوقت هو وقت التأذيب التعليمات، الدراسة، المعلومات، الأشياء يعني كل هذه التأذيب ألا يكفي سبع سنوات إليك إن تربي؟ أنا أعتقد كفاية ومهم وفي هذا السن قعد تنتقل بالولد لين ما يوصل إلى السبع الآخر إلا حين موضوع الحوار وصادقه سبعا كيف أكون صديق إبني؟ من سن المراهقة، من ما قبل البلوغ، من هذا السن الصعب وإذا يجدني أنا صديق ومحبي له، يوصل إلى صديق دائما يشتاق إلى صديقه هل ولدي يشتاق إلي لما أنا غايب يتمنى متى يتوفني ولما يلتقي إياي قاعد يبتسم إلي إذا أنا صديقه هل إبني يقول لي أسرارة مثل ما يقول الأسرار إلى الأصدقاء وينفتح حذي؟ إذا أنا صديقه إذا أنا صديقه بحل كثير من مشاكل في هذا السن 14-15 سنة تبدأ الصعوبات الطفولة ليها جمالها، ليها حلاوتها، ليها أنسها المراهقة والشباب ليها تعبها وإذا هذا التعب، كل أسئلة وأسئلة محيرة يجدني أنا دائما أمامه أستمع إليه، أسنده، أتحاور معه، وكذا البنت إيا أمها يعني صراحة هذا الحديث من أحسن حديث في التربية كل ما فهمنا، كل ما طبقنا، كل ما عرفنا كل ما يعني جعلنا على أرض الواقع وأحاديث أهل البيت كنوز هم عديدين للقرآن الكريم، وعندنا كنوز كنوز عظيمة، ناس عندهم إمام إحنا عندنا 12 إمام، بل 14 معصوم يعني وبساتين متنوعة نقططف منها الثمار كما نريد فكر أهل البيت عظيم، نهج البلاغة ما أجمله، ما أحسنه علموا أولادكم كيف يوصلون إليه وكيف يتربون من علي العالم كله قاعد يتربى من علي ويفهم من علي الأمم المتحدة عندها علي الكنائس في العالم موجود عليها جدران الكنائس كلمات الإمام علي وإذا حصلت لمحاورات في ميادي، الأنين مع مجموعة من المسيحيين، قديسة للمسيحيين ما يغيب واحداً إن لا يقول عن إمام علي وأنتم شيعة الإمام علي، وأنتم تحبون الإمام علي، وأنتم يعني تعالثون أبناءكم على حب الإمام علي أيضاً فكر الإمام علي، تعلموهم إبطاء الأгрام آخ، أي لي vivعاً إبطائية احنا الشيء الكثير اخواني لاعزاء خواتي لاعزاء انا في كل محاضرة اروح اتعلم واليوم اتعلمت منكم الكثير واستفدت الكثير من مداخلتكم جزاكم اللهك الخير خاتما وجمعية المرخ الخيرية ان شاء الله دائما منار الى اهل الدير بهدايتهم بتوعيتهم هذه البرامج ممتازة جدا جزاكم اللهك الخير شكرا الاستاذ محمد جواد مرهون على محاضرته الغنية جدا استاذ اذا ممكن بس نختم الاخوات او الاخوان اذا يحبون يسترسلون في الاسئلة اذا ممكن تذكر رقم تلافون ووسيلة اتصال معي ثلاثة تسعة اربعة اثنين اربعة ثلاثة اربعة خمسة ثلاثة تسعة اربعة اثنين اربعة ثلاثة اربعة خمسة توكلنا على الله احسنت نشكر لكم اخواني حضوركم وننهي لقاءنا المثري هذا بتكريم للأستاذ صلوا على محمد وآل محمد اربعة tapة اربعة al Michوا